هوسية في التفكير مهدوة بنوع من الهوس هوس هيك اننا اي مقصودون مش للدرجة الهوس الهوس لا يبلغ لا يبلغ بنا هذه الدرجة انهم يعني جمالوهم ونافقهم اعطوهم الجوائز العظمى في العلم علشان قال يقضون احنا كلم فرغ هذه اللي يقول بها اي رجل عنده اي درجة من درجة الوعي لكن للأسف قد تجدوا ناسا كثيرين يصدرون عن مثل هذا المنطق الهوسي ما هي مؤمرات بل مؤمرت الكلام فارغ يعني الان قلع ان تجد اي مفقف حول العالم ليس عنده ماذا المام بدرجة ما بماذا بالغرب وفكر الغرب ومعتقدات الغرب وفلسفات الغرب وعلم الغرب اه واديان الغرب ما فيه لان الغرب هو المتسيد تقريبا وهو المهم وهو الحضارة ايه اه المسيطرة في عصرنا هذا والله علم الى كم يعني وإلى متى اذا موضوع موقف ايه المسلمين والفكر الاسلامي والنظرية الاسلامية في علاقة العلم بالدين اه مطلوب بلا شك مطلوب لكن لماذا لا تطرح والطرحات الموجودة لا تزال ماذا باهثة وضعيفة وفطيرة فمعنى فطيرة غير ناضجة لم تنضج بعد اه لن اقول جهيضة لا ولكن فطيرة بدها شغل طويل اه وكثير تعرفوا لماذا لأسباب موضوعية اننا من قرون بعيدة اذا تكلمنا عن نشأة العلم الحديث في قرن وهو القرن السابع عشر فنحن من القرن السابع عشر ايه اليوم الامة الاسلامية لا تنتج العلم ولا تساهم في الانتاج العلم العالمي لا نساهم ودعكة ايه دعكة مما ندغدغ به عواطفنا لكن بطريقة ايه بطريقة يعني غير ناضجة ايضا انه فلان يا اخي هذا عالم عربي او فلان فلان الدكتور فلان كذا ايه شو عدد كم واحد يعني انت اليوم امه اسلامية قريب من اثنين مليار لا تقترب حتى وهذا الشيء يعني بالنسبة لنا مخزي خلينا نقولها كما هي عارية كلمة عارية هيك مؤذية مخزي شعور بالخزي قريب من اثنين مليار نحن لا نقترب حتى من الانتاج اليهودي للعلم لا يتحدث عن التفسير لان اليهود ومعظمهم كذا ايش نازيم وفي الحضر الربيع هذا صحيح بس بخد النظر يظلون في الأخير أقلية صحيح بضعة عشرة مليونا روح اختبر جوائز نوبل في الشؤون المختلفة وخاصة في العلم وعدد لي عدد لي عدد اليهود اللي حظوا بها ايش مذهل ودعك من نظرية المؤامرات دعك من نظرية المؤامرات استحيل ان الغرب جامل اليهود على حساب نفسه وعلى حساب ابنائه الغربيين المسيحيين او الملاحظ ايها من اجل ان يغيضك انت ايها العربية هذه طريقة بينقسين هواسية في التفكير مهدوة بنوع من الهواس عبسشن هيك هواس هيك اننا اي مقصودون مش للدرجة الهواس الهواس لا يبلغ لا ينبغي ان يبلغ بنا هذه الدرجة انهم يعني جمالوهم ونافقوهم اعطوهم الجوائز العظمى في العلم علشان قال يقضونا احنا كلا فرق هذه ليقول بها اي رجل عنده اي درجة من درجة الوعي لكن للأسف قد تجدوا ناسا كثيرين يصدرون عن مثل هذا المنطق الهواسي ما هي مؤمرات بل مؤمرت الكلام فارغ ثم سأل نفسك عن هؤلاء العلماء اليهود الذين اخذوا نوبل في العلوم بالذات سأل عن اسهاماتهم هل هي اسهامات حقيقية مقتدرة وخطيرة وتشكل اختراقات حقيقية في حق العلوب وغيرها ولا اي كلام لا والله هي الاولى هي الاولى اختراقات حقيقية وعميقة وجبارة تحط لك هيك يطلع لك يهودي البرتنشتاين يهودي ايه ما اسمه هذا أوبنهايمر باني القنبرة الذرية لوس علاموس أوبنهايمر يهودي أنريكو فيرمي العالم الكبير اول مفاعل ذري اهو معجل أنريكو فيرمي الإيطالي يهودي ليوزيلارد هذا المسؤول اللي اقنع العالم في بناء طبع عالم الغربي اللي اقنع روزفت القنبرة الذرية هو ليوزيلارد المجري يهودي 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 هوgrund هم علموا أن العلم طريق ملكية للمجد طريق ملكية بدك ما؟ العلم بدك مجد وقوة العلم ذكرت لكم مرة في خطة أن حيم ويزمان وكان كميائيا كبيرا الأستون وعلاقته المتفجرات وكذا كان لك هذا الذي بنى الدولة الذي أكسب العالم الغربي طعاطفا حقيقيا الحرب العالمية الأولى الرجل هذا في أبحاثه الكيميائية وإلا برطايا نفسها كانت إلها سياسات من أرد أو أسوأ السياسات ضد اليهود ما رأيك؟ قانون العودة هذا من يلحطه؟ في مطلع القرن العشرين 1905 اللورد بلفور هو نفسه الذي أعطاهم الوعد بأرضنا ما رأيك؟ هو نفسه يعني أنت عند 1905 سننتقنون يمنعهم الهجرة ودخول بلادك والتضييق عليهم أنت بعدين أعطتهم هذا الوعد قال لك أنه لديهم إسهام رهيب إسهام رهيب في الحضارة وفي العلم لا يستغنى عنهم إذن هو هذا فإحنا للأسف من غير استطراد نحن لا ننتج العلم وعلى ذكر هذا كلام يعني لا يقال هكذا ملقا على عواهنه بنرجع إحنا إيش إلى المصادر الدقيقة بنسألها كم يساهم العرب بأوراق وأبحاث علمية في المجلات العلمية المحكمة حول العالم كم يعني واحد في المئة اثنين في المئة طيب إسرائيل هذه دولة الاحتلال كم تساهم تساهم بنسبة بعيدة جدا بعيدة جدا عن حجمها هي دولة صغيرة وعدد بسيط من السكان تساهم بنصف واحد في المئة نصف واحد وليس واحد وهذا كثير جدا 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 نصف واحد في المئة العالم العربي أربعة من المليون ولا قريب أصلا من عشر واحد في المئة ايش رأيك والله العظيم تقول ايش ولا قريب ما في عشر واحد في المئة ما فيه شيء لا يذكر قال لك شيء لا يذكر ما فيه نسبة يعني أننا إخوتي وأخواتي لا ننتج ولا نساهم في إنتاج العلم هذه المسألة ليست مطرحة لدينا اشكالية العلم والدين تعرفون من أي زاوية تطرح للأسف الشديد من زاوية التلفيق أو توفيق أو ملاءمة التلفيق أو التوفيق ملاءمة مواقفنا كأهل فكر إسلامي وأهل علم إسلامي وأهل وعظ حتى إسلامي ببعض منتجات وكشوف العلم الحديث ما رأي الإسلام في الاستنساخ ما حكم الإسلام في الخلال الجذعية ما حكم الإسلام في الهندسة الجينية إنجينيرينج إنجينيرينج إيش إيش كذا هذو للأسف الشديد لذلك هي ليست مشكلتنا ليس لأننا براء براء من جريمة العلم طبعاً نحن كان هو جريمة فنحن فعلاً براء منها لا علاقنا بالعلم نحن لا ننتجه ولا نزاهم في إنتاجه فليس لدينا مشكلة معلمة العلم غير متوطن في بلادنا للأسف الشديد غير متوطن غير متبيئ لدينا لسه لسه عقليتنا بشكل عام عقلية لا علمية إلى حد مزعج لا علمية إلى حد مقلق طبعاً أساليبنا في التفكير وفي المناظرة والنقاش لا علمية تقريباً إلى حد أكثر إزعاجاً فلذلك بدهي وطبيعي ألا تجد طروحات نظرية قوية ومحترمة في موضوع العلم والدين في السياق الإسلامي مع الناس سياقاً اللي ما حقيقياً عشان هيك ليه الآن مثلاً في المشهد الإسلامي حول العالم هل يوجد طرح إسلامي يتداول عالمياً حول قضية العلم والدين العالم كله مهتم ب طرح واحد فقط الشخص هو فيلسوف ومعترب به في الدولة الغربية كفيلسوف ومفكر كبير ومنطراز فريد مفكر جاد اللي هو الدكتور سيد حسين نصر عمده الله في عمره يعني يمكن هو سبعة وثمانين سنة ما شاء الله لا زال في شبابه الفكري يحاضر ويناقش ويكتب كذا شخص جميل وعميق وهو فين يشوف هو تلميذ محمد عسين الطبطبائي فين يشوف الإيران الكبير هو تلميذه الشخصي وهو طلب منه أن يكتب كتابه العظيم في الفلسفة أسس الفلسفة وطريقة الواقعية أو أسس الفلسفة والمنهج الواقع يعني هو الكثب كان في شبابه في أوائل عقد الثالث من عمري البروفيسور سيد حسين نصر لماذا أنا سأذكر ربما أقتصر حتى على سيد حسين نصر من معاصرين لأنه فيلسوف وعنده طرح نظري متكامل وجدي وغريبة شوي عن الطروحات النظرية حول العالم سيد حسين نصر يؤمن بالعلم المقدس يؤمن بأيه بجنب مقدسة للعلم إيش نظريته هذه التي أفرقها في كتاب كامل اسمه العلم المقدس الحاجة إلى علم مقدس الحاجة إلى علم مقدس هذا سأشرحه إن شاء الله بالتفصيل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر